بسم الله الرحمن الرحيم سنتحدث اليوم عن درس بعنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام جميعنا ننشأ في أسر مختلفة وهذه الأسر تنشأ وتكون لها ترابط مع أسر كبيرة كالأسر الأجداد والأعمام وهذه الأسر الأجداد والأعمام تكون في فئة أكبر منها وهي فئة المجتمع وهذه المجالات الثلاث تساعد دائما إلى تحقيق الترابط والتكافل فيما بينها لبناء مجتمع إسلامي قوي قادر على مجابهة جميع الصعاب التي ممكن أن يمر عليها لتحقيق جميع أهداف أبناء المجتمع فإذا لابد من تحقيق ما يسمى بالتكافل الاجتماعي للوصول إلى هذا المجتمع الإسلامي القوي سنتعرف اليوم على معنى ذلك التكافل الاجتماعي وعلى مجالات هذا التكافل الاجتماعي وعلى آثار تحقيق التكافل الاجتماعي إذا حققنا التكافل الاجتماعي ما هي الآثار التي تنعكس على الشخص وعلى الأسرة وعلى المجتمع معنى التكافل الاجتماعي هو تعاون أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخير لهم أو دفع الضرر عن أي فرد منهم إذن التكافل الاجتماعي هو أن يجتمع عدد من أفراد المجتمع لتحقيق مصلحة أو أن يدفع ضرر عنهم مثلا أن يجتمع أفراد الحي الواحد لتأمين احتياجات الفقراء من أبناء حيهم أو يجتمع أهل الأقارب من عائلة فيما بينهم ليدفعوا ضرر عن أحد من أفراد العائلة بأن مثلا واحد منهم مريض يقوموا على شفاء وعلاجه في أحد المستشفيات وتأمين جميع احتياجاته اللي هو بحاجتها لتحقيق الشفاء إذن يكون لنا في تكافل اجتماعي يعني أنه احنا كل أفراد المجتمع يتعاونوا فيما بينهم عشان يجلبوا الخير لهم أو أن يدفعوا الضرر عنهم أو عن فرد واحد منهم مجالات التكافل الاجتماعي ثلاث تبدأ بالنواع الصغيرة لهم أفراد الأسرة الواحدة ومن ثم الأكبر منها الأقارب ومن ثم أبناء المجتمع وأول هذه المجالات التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة الأسرة الواحدة التي تتكون من الأب والأم والأولاد فيمكن أن يكون تكافل اجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال أن الكبير منهم يعطف على الصغير وأن الصغير يحترم الكبير ويتعاون كل منهم في توفير جميع شؤون البيت مثلا الرجل ينفق على زوجته وأولاد ويعتني فيهم والمرأة تقوم على تأمين شؤون بيتها وتحرص على تربية أولادها التربية الصحيحة والإسلامية والصحيحة لبناء هذا الجيل وكمان أن الأولاد يقوموا على بر آبائهم وينفق عليهم إذا كانوا ممن يعني يعملون ويقوموا على توفير جميع احتياجاتهم أو جزء من احتياجات أسرتهم وذلك الحديث عندما سؤلت عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت سؤلت عائشة عن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت فقالت كان يكون في مهنة أهله بمعنى أنه كان يقوم على خدمة أهله فلا عيب أن يقوم أفراد الأسرة في مساعدة والدهم أو والدتهم في شؤون البيت مثلا أن يقوم على ترتيب البيت مثلا أن يقوم على تأمين احتياجاته إن كان ممن يعمل ويتوفر لديه المال أو يقوم على مراعاة واعتناء بأخوه الصغير أو الكبير فإذا التكافر الاجتماع بين أفراد الأسرة يكون بعدة أشكال بأن الكبير يعطف على الصغير وأن الصغير يقوم على احترام الكبير وتقديره وأن يقوم كل فرد من الأفراد الأسرة بتوفير أو بتعاون في شؤون البيت مثل الرجل الذي يعمل ويقوم على توفير المال من احتياجات زوجته وأولاده ويعتني بهم ويعتني باحتياجاتهم المرأة والأم تقوم على توفير احتياجات بيتها ومرأة شؤون بيتها من الطعام والشراب وغيره وتقوم على تربية أولادها التربية الصحيحة والإسلامية والقوية وكذلك الأولاد يقوم على برء آبائهم والإحسن إلى آبائهم والتعامل الحسن معهم وينفقوا إن كان ممن يعمل ويؤمن احتياجات لأهله والثاني مجال من مجالات التكافل الاجتماعي التكافل ما بين الأقارب التكافل ما بين الأقارب من أمثلهم الأمثل الأعمام والأخوال والعمات والخالات بهذه الفئة أمر الإسلام بأن يكون فيه هنا تكافل اجتماعي حتى ما بين الأقارب ويكون بعدة أشكال واحد بأنه يعطف عليهم اثنين الإحسان إليهم بالتعامل الحسن زيارتهم زيارة المريض منهم أو المحتاج أو حتى زيارة صلاة الأرحام فيما بينهم أربعة مشاركة أفرحهم وأحزانهم في العزاء في الأفرح والمناسبات أيضا كمان تفقد أحوالهم إن كانوا بحاجة ممكن أن يكون أحد منهم بحاجة لكن دايسة دائما إلى القول بحاجته فإنه لا بد من تفقد الأحوال ومعرفة أحوالهم ومساعدتهم إذا كان من قدرتنا أيضا حسن التواصل فيما بينهم واليوم تختلف التواصل ما بين الناس ممكن أن يكون تواصل من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا رعاية ضعيفهم قد يكون منهم كبار السن ولا يوجد لديهم من الأشخاص الذين يعينهم فنقوم على رعاية ضعيفهم والإنفاق على فقيرهم ممن لا يوجد لديه المال ولا يكفي إلى سد احتياجاتهم لا بد من الإنفاق على فقيرهم إنفاق الأغنياء منهم أغنياء على قاربهم الفقراء من أمثل على ذلك حديث الرسول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتصموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فالأشعريين هم قوم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري كانوا إذا أرملوا في الغزو بمعنى قل طعامهم في الغزوات ما كان كل واحد منهم يأخذ طعام ويجلس في بيته ليسد حاجاته لا كان جميعهم يجتمع وأن كل واحد منهم يأتي بما عنده ويضعوه في ثوب واحد ويقتصمه فيما بينهم بالسوية فدل ذلك على وجود التكافل الاجتماعي حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين المسلمين لاستشعارهم بحاجات بعضهم وعلى التكافل الاجتماعي ما بين الأقارب والعائلة الواحدة ومن مجالات التكافل أيضا التكافل ما بين أفراد المجتمع فالمجتمع قد يكون حي أو قرية أو أكبر منها مدينة وقد تكون بأكبرها اللي هي الدولة ويمكن تحقيق التكافل الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع بأشكال مختلفة منها دفع الزكاة دفع الزكاة من الأغنياء ممن يملك المال وقد استوفى جميع الشروط ودفع الزكاة وإعطاء المستحقين شرعا كالفقراء والمحتاجين هو شكل من أشكال التكافل ما بين أفراد المجتمع وأيضا إخراج الصدقات وإعطاء الصدقات من الأغنياء للفقراء وبناء المؤسسات الوطنية شكل من أشكال التكافل وتعليم الفقراء ممن لا يملكون المال لعملية التعليم فأعطني تكافل هؤلاء الفقراء وتعليمهم هو شكل من أشكال التكافل ودعم مؤسسات العلم كالمدارس والجامعات والمعاهد وبناء المؤسسات الصحية ودور الرعاية المسنين وعند تحقيق التكافل الاجتماعي ما بين أفراد الأسرة وما بين الأقارب وما بين المجتمع نلاحظ وجود آثار نافعة تعود على الفرد والمجتمع ومن هذه الآثار واحد تحقيق التحاب والتعاون والتراحم ما بين أفراد المجتمع فعندما يجد أفراد هؤلاء المجتمع بأن ما بينهم أشخاص يسعون دائما إلى معرفة الفقير والمحتاج وتوفير احتياجاته يشعر هذا الفقير ويشعر هذا المحتاج بالحب والتعاون ما بين الفقير والغني لتأمين هذه الاحتياجات اثنين تأمين احتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الناس في مأكلهم ومعيشتهم فقد يكون هذا الفقير أو هذا المحتاج لتتوفر لديه الحاجات الأساسية من طعام ومشرب وملبس فتأمين هذه الاحتياجات هي مهمة لديمومة واستمرارية حياة هؤلاء الأشخاص ثلاثة إجاد مجتمع قوي يسعب النايل منه إذن لما إحنا كنا تكافر اجتماعي رح يأدي ذلك إلى بناء مجتمع إسلامي قوي مهما مر بصعوبات فكون دائما قوي يسعب بإنترونال منه ويسعب أن يهدم هذا المجتمع لأنه دائما يسعى إلى تحقيق التكافر الاجتماعي وأن يشعر جميع أفراد المجتمع فيما بينهم ببعضهم لتأمين جميع ما يحتاجونه وأشعور بهم ما رأيك صفحة 105 إذا سمعت أخاك الصغير يبكي وأمك مرضة فكيف تتعاون معها؟ دائما إذا سمعت أخي الصغير يبكي أرعى أخي وأراحظ لماذا هو يبكي وألبي حاجاته صفحة 106 ما موقفك لو مرضت عمتك واحتاجت إلى مبلغ من المال أعطيها مبلغ من المال على حسب قدرتي نشاط صفحة 107 أكتب خمس وسائل تساعد على الوصول إلى بيت التكافل الاجتماعي قد يكون الصدقة أو الزكاة أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو زيارة المريض اكتبر معلوماتي صفحة 108 السؤال الأول أبين معنى التكافل الاجتماعي هو تعاون أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخير لهم أو دفع الضرر عن أي فرد منهم السؤال الثاني اذكر اثنين من آثار التكافل الاجتماعي تعود بالخير على الفرد والمجتمع 1- تحقيق التحاب والتعاون والتراحم بين أفراد المجتمع 2- تأمين احتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الناس في مأكلهم ومعيشتهم 3- إيجاد مجتمع قوي يصعب النيل منه السؤال الثالث أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة 1- من الوسائل التي تحقق التكافل الاجتماعي صدقة الفطر صح 2- الأقارب الأغنياء غير ملزمين بالنفق على قريبهم الفقير خطأ الأقارب الأغنياء ملزمين بالنفق على قريبهم الفقير 3- التعاون في قطف ثمار الزيتون صورة من صور التكافل الاجتماعي صح 4- دال من صور التكافل الاجتماعي ما تقدمه الجمعيات الخيرية للفقراء والمساكين صح ترجمة نانسي قنقر